بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان الدرس مئة وواحد وثمانون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم فحياكم الله الشيخ صالح حياكم الله وبركاتهكم قال رحمه الله تعالى كتاب الأطعمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا الكتاب يذكر فيه المؤلف رحمه الله ما يحل من الأطعمة وما يحرم وما يحرم والأطعمة جمع طعام وهو ما يطعم ويشرب نعم قال رحمه الله الأصل فيها الحل الأصل في الأطعمة هذه القاعدة الأصل في الأطعمة الحل لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ولا يحرم منها شيء إلا بدليل نعم قال فيباح كل طاهر لا مضرة فيه إذا كان فيها الأصل فيها الحل فيباح كل طاهر يخرج النجس كالميتة وغيرها من النجاسات لأنها من الخبايث والله جل وعلا يقول ويحرم عليهم الخبايث وأن يكون لا مضرة فيه مثل السم فإن السم فيه مضرة لأنه يفقد الحياة أو يؤثر المرض والله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك فما كان خاليا من هاتين العلم العلتين ما كان خاليا من هاتين العلتين النجاسة والضرر فإنه مباح على الأصل نعم قال من حب وثمر وغيرهما الأطعمة تتكون من قسمين حبوب وثمار وفواكه مما تخرج الأرض أو لحوم فالحبوب كلها مباحة وكذلك الثمار كلها مباحة والفواكه كلها مباحة إلا ما وجد فيه العلتان السابقتان النجاسة أو الضرر نعم قال من حب وثمر وغيرهما وغير الحب والثمر من كل ما تخرج الأرض من الخضروات والفواكه وخلق لكم ما في الأرض جميعا نعم ولا يحل نجس كالميتة والدم نعم هذا احتراز من الشرطين السابقين فما كان نجسا فإنه لا يحل وذلك كالميتة لأن الله سبحانه وتعالى حرم الميتة فقال حرمت عليكم الميتة والعلة فيها النجاسة فكل نجس فإنه حرام وكذلك ما فيه ضرر على الحياة أو على البدن فإنه حرام لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وذلك كالسم ونحوه نعم قال ولا يحل نجس كالميتة والدم نعم ولا ما فيه مضرر لا يحل نجس كالميتة والميتة ما أفارق الحياة من غير ذكاة شرعية هذه هي الميتة حرمها الله جل وعلا بقوله حرمت عليكم الميتة لأن الميتة تجتمل على أمراض وينحبس فيها الدم النجس فيكون في أكلها ضرر على صحة الإنسان وكذلك الدم حرمه الله بالنص حرمت عليكم الميتة والدم لأن الدم أيضا يجتمل على أمراض وعلى ضرر نعم ولا ما فيه مضرة كالسم ونحول نعم ويحرم كل ما فيه مضرة كالسم فإن فيه مضرة إما على الحياة وإما على البدن وكذلك كل ما فيه مضرة نعم وحيوانات بهذه الأشياء التي يذكرها على ضوء الكتاب والسنة وهو أنواع المحرم من الحيوانات أنواع النوع الأول ما نص الشارع على تحريمه وذلك كالحمر الأهلية وقال الأهلية ليخرج الحمر الوحشية فإنها حلال الحمر الأهلية المعروفة عند الناس التي يركبونها ويحملون عليها هذه حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر قال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية قال إنها رجس فالحمر الأهلية حرام بهذا النص نعم قال وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الأهلية وما له ناب يفترس به نعم النوع الثاني مما يحرم من حيوانات البر ما له ناب يفترس به كالسباع كالذئب والأسد والفيل وكل ما يفرس بنابه فإنه حرام لأنه سبع نعم غير الضبع أما الضبع وإن كان يفترس فإنه حلال لأنه ورد الدليل بإباحته نعم قال كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب هذه أنواع السباع كلها حرام لأنها تفرس كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والفهد كل هذه سباع تفترس فهي حرام والكلب كذلك نعم والخنزير والخنزير لأنه خبيث الخنزير لأنه خبيث وجاء النص بتحريمه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والعلة في تحريمها أنه خبيث ونجس نعم وابن آوى وذكره هنا مع المفترسات التي تفترس فيكون فيه علتان العلة الأولى أنه خبيث والثاني أنه يفترس نعم وابن آوى وابن آوى نوع من الكلاب نعم وابن عرس وابن عرس هو حيوان صغير يشبه الفأر ولعله الذي يقال له الجرث نعم والسنور السنور هو نوع من أنواع الهر نعم والنمس والنمس وهو حيوان يأكل الفأر نعم والقرد والقرد معروف نعم والدب والدب أيضا حيوان يشبه الغنم وهو من السباع يفرس نعم وما له مخلب من الطير يصيد به النوع الثالث ما له مخلب من الطير يصيد به وذلك كالصغر والشاهين والبازي وكل ما يصطاد الطيور فإنه يحرم لأنه من سباع الطير نعم كالعقابي والبازي والصغر نعم والشاهين والباشق والحدأة والبومة والحدأة أيضا لأنها لأنها تفرس والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها ضمن الخمس الفواسق فهي حرام نعم وما يأكل الجيف النوع الرابع من الحيوانات التي تحرم ما يتغذى بالجيف لأنه يتغذى بخبيث فيكون لحمه خبيثا من الطيور فكل ما يأكل الجيف من الطيور فإنه حرام لأنه يتغذى بالنجس والخبايث فيكون لحمه نجسا ومحرما نعم كالنسر والرخم نعم واللقلق والعقعق كل هذه تأكل الجيف نعم والغراب الأبقع كذلك الغراب لأنه من الخمس الفواسق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها وما أمر بقتله فإنه يحرم وأكله نعم والغداف الغداف والغداف نوع من الغربان نعم يعني الغراب بأنواعه الغراب الأبقع والغداف وهو أسود صغير أغبر نعم والغراب الأسود الكبير الغراب بأنواعه محرم إلا ما استثنوه من غراب الزرع غراب يقال له غراب الزرع هذا حلال نعم وما يستخبثه العرب نعم والنوع الخامس مما يحرم من الحيوانات ما يستخبثه العرب خاصة لأن العرب في الغالب يتنزهون عن الخبايث ولهم شيئا والله جل وعلا يقول ويحرم عليهم الخبايث وهذا مطلق ويرجع فيه إلى العرف فما تعارف الناس أنه خبيث فإنه يكون حراما نعم كالقنفذ والنيص والفأرة والحية نعم هذا يستخبثه الناس ولا يأكلونه نعم والحشرات كلها الحشرات لأنها مستخبثة فتحرم بأنواعها ولما فيها من الضرر والسمية التي تضر الإنسان نعم والوطواط والوطواط هو الخفاش وهو الذي يطير في الليل نعم وما تولد من مأكول وغيره كالبغل نعم السابع مما يحرم من الحيوانات ما تولد من مأكول وغير مأكول كالبغل فإنه متولد من مأكول وهو الخيل وغير مأكول وهو الحمار لأن البغل متولد من بين الفرس والحمار فهو متولد من مأكول وغير مأكول فيغلب فيه جانب الحضر وجانب التحريم نعم قال رحمه الله فصل وما عدا ذلك فحلال وما عدا ما ذكر من هذه الأنواع التي سبق بيانها في الفصل الأول فإنه حلال على الأصل نعم كالخيل والخيل من الطيبات وهي حلال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن لحوم الحمر الأهلية أذن في لحوم الخيل وقالت أسمى رضي الله عنها نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه نعم وبهيمة الأنعام وبهيمة الأنعام هل بالنص لأنها من الطيبات نص الله على إباحتها بقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام والمراد ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم نعم والدجاج كذلك الدجاج هل من الطيبات وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الدجاج نعم والوحشي من الحمر الوحشي من الحمر سبق أن الحمر الأهلية حرام وأما الحمر الوحشية فإنها حلال لأنها من الصيد نعم والوحشي من الحمر والبقر والبقر الوحشية أيضا البقر حلال بنوعها الأهلية والوحشية لكن الوحشية تكون من نوع الصيد نعم والضباء والضباء جمع ضبي وهو الغزال والنعامة والأرنب النعامة طائر يشبه البعير يشبه البعير وهي حلال لأنها من الطيبات والأرنب والأرنب كذلك لأن الصحابة كانوا يأكلون الأرنب ويصطادونها وسائل الوحش وسائل الوحش مما لم يسبق ذكره في المحرمات نعم ويباح حيوان البحر كله نعم الحيوانات على قسمين حيوانات برية وذكر المصنف ما يحرم منها وما يباح منها ثم انتقل إلى النوع الثاني وهو حيوانات البحر حيوانات البحر مباحة ولقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة فصيد البحر كله حلال إلا ما استثنى نعم قال إلا الضفدع والتمساح إلا الضفدع لأنه نهي عن قتله ولأنه يستخبث نعم والتمساح والتمساح لأنه يفرس بنابه ويأكل الناس فهو يدخل في السباع نعم والحية والتمساح يعيش في البر وفي البحر نعم والحية حية البحر حية البحر لأنها مستخبثة أيضا فهي مثل حية البر نعم ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه لما ذكر المحرمات من الحيوانات والطيور والحبوب والثمار لما ذكر المحرم من هذه الأشياء انتقل إلى بيان جواز تناول ذلك عند الضرورة فإذا اضطر الإنسان إلى أن يأكل شيئا من هذه المحرمات بحيث لو لم يأكله فإنه يموت فإنه يباح له أن يأكل من الميتة وأن يأكل مما وجد من هذه المحرمات إلا السم فإن السم ضرر محظن ولا يباح في الضرورة لأنه ضرر ولا ينفع بل يضر نعم قال حل له منه ما يسد رمقه يحل الإنسان من المحرم للضرورة قدر ما يبقي عليه حياته ما يسد رمقه أي ما يبقي عليه حياته ولا يزيد على ذلك فلا يشبع من الميتة أو ما شاكلها من المحرمات وإنما يتناول منها بقدر ما يدفع عنه الضرر لأنه إذا اندفع الضرر رجع إلى الأصل وهو التحريم نعم حسن الله إليكم قال ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا نعم هذا استطراد إلى مسألة وهو إذا احتاج الإنسان إلى مال الغير لأن الله جل وعلا حرم أموال الناس إلا بطيبة من أنفسهم قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال أمرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه لكن إذا اضطر الإنسان إلى مال الغير بحيث اضطر ضرورة لا تندفع إلا باستعمال مال الغير فإنه يباح له ذلك بقدر الضرورة ويستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال أمرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه نعم قال ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا إذا اضطر إلى مال الغير فلا يخلو إما أن يضطر إلى نفعه فقط مع بقاء عينه نعم فهذا يجب بذله له مجانا يجب على صاحبي هذا المال أن يبيح للمضطر الانتفاع به إلى قدر ما يدفع ضرورته كما لو احتاج إلى الثوب لو احتاج إلى الثوب يستر به عورته أو يستدفئ به من البرد فإنه لا يجوز لصاحبه أن يمنعه لما في ذلك من قضاء ضرورة أخيه المسلم ولأنه لا يتضرر الأصل بل يرجع إليه ويعود إليه إنما يباح إنما يأذن في الانتفاع به فقط ثم يعود إليه نعم هذا إذا كان شيخ قلت إن كان اضطراره إلى مال غير إذا كان مضطرا إلى نفعه مع بقاع عينه نعم هذا نوع قال ومن مر بثمر بستان في شجر أو تساقط عنه ولا حيط عليه لا أعد العبارة الأولى وقال ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاع عينه لدفع برد أو استسقع ماء ولحوه وجب بذله له مجانا دفع برد كما لو احتاج إلى ثوب ليستدفئ به ولو لم ولو لم يحصل له هذا الثوب يخشى عليه من الموت فإنه يجب على صاحب الثوب بذله له مجانا إنقاذا لحياته أو استسقع ماء أو احتاج إلى دلوه إلى حبل أو دلو لأجل أن يغترف به من البئر ليشرب فإنه يجب على صاحب الحبل أو الدلو أن يعيره إياه لأجل الإفقى على حياته نعم ومن مر بثمر بستان في شجر أما إذا كان مال الغير يتلف مثل الطعام نعم مثل الطعام يتلف إذا استعمله المضطر فهذا إذا كان بلغت به الضرورة إلى حد الخطر فإن له أن يأكل من مال الغير له أن يأكل من مال الغير ويكون مضمونا عليه يدفع له قيمته نعم أحسن الله إليكم قال ومن مر بثمر بستان في شجر أو تساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل نعم سبق أن ذكرنا أنه يحرم مال الغير إلا بإذنه نعم إلا في مسائل المسألة الأولى حالة الضرر كما سبق حالة الضرورة كما سبق الحالة الثانية إذا مر ببستان فيه ثمر فيه ثمر فإنه يباح له أن يأكل منه بثلاثة شروط الشرط الأول أن يكون البستان ليس عليه حائط الشرط الأول أن يكون البستان ليس عليه حائط ولا حارس لا يكون عليه حائط ولا حارس فإن كان عليه حائط أو عنده حارس فإنه لا يجوز له الأكل منه إلا بإذن صاحبه الشرط الثاني أن يكون الثمر على الشجر أو متساقطا في الأرض فله أن يأكل منه بفيه ولا يأخذ معه شيئا منه الشرط الثالث أن لا يكون مجموعا أن لا يكون الثمر مجموعا في الجرين أو في مكان قد جني وجمع فلا يجوز الأكل منه إلا بإذن صاحبه لأنه صار محرزا أو شبه محرز الشرط الرابع لا يأخذ معه منه شيئا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالأكل من البستان غير متخذ خبنة يعني لا يحمل معه شيء نعم أحسن الله إليكم قال وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة هذه مسألة الضيافة وإكرام الضيف هذا واجب في الشرع قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته قال يومه وليلته وهو من ابن السبيل الذي قال الله جل وعلا فيه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله تعالى وابن السبيل فإذا نزل به ضيف فإنه يجب عليه إكرامه إذا كان في القرى أو في البر فإنه يجب عليه إكرام الضيف لأن الضيف لا يجد مكانا يأخذ منه الطعام حتى ولو كان معه نقود ففي البر أو في القرية لا يجد مطاعم ولا يجد طعاما يباع فتجب ضيافته إذا نزل بأحد وكان من شيئا من العرب وعادة العرم العرب إكرام الضيف وأقر الإسلام ذلك وحث عليه أما في المدن فلا تجب الضيافة لأن المطاعم مفتوحة ومحلات بيع الأطعمة موجودة فليس على الإنسان ضرر في ذلك بل يجد طعاما إما بالشراء نعم قال يوما وليلة نعم وما زاد على يوم وليلة فإنه لا يجب نعم يكون فضلا من المضيف يعني فيكرام الضيف بشروط أولا أن يكون في القرى أو في البوادي حيث لا يجد ما يأكله ثانيا أن يكون يوما وليلة فإن زاد على اليوم والليلة فإنه لا تجب ضيافته إلا من باب الكرم نعم لفوشو تقصير حق الضيف في أهل مدن يجدوا في هذا متكعا لكن الحمد لله أنه مباح ما جعل الله عليهم ضيافة الحمد لله لأن الإنسان ليس بحاجة إلى لأنه موجودتنا المحلات موجودة نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا إلى هنا نأتي أيها المستمعون الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبال علماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة